بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم نهاركم سعيد نهاركم طيب صحاف طوركم إن شاء الله تكونوا لباس إن شاء الله تكونوا عمرتوا الكريشة شبعتوا البنات اليوم حنشاركوا من نصفية شهر مضار سبحان الله لحقنا للنصفية سبحان الله لأيام كيف هرا هي تجي البنات كاملة ناقصة من عمارنا يا سعد واللي دار الخير واللي مظلمش واللي ما وما 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 إلى آخره اليوم حنشارك معاكم كما قلت لكم النصفية من الفطور للصهراء بمعاونة جمعنا كما كم تشوفوا هنا ما دخلتش بكري بش نكون صريحة معاكم صليت العصر بش دخلت الكوزينة ماما تقولي يا بنتي راح الحارقة لها ماما بلاعقل شربة عندي كنت هذو عندي بزف نغم المن يوصلوني مع الأسف التوصيل هنا في قسنطنة أنا شوية تعبوني بش وصلهوني ملاتوا بش ما نكذبش بعتاتوا في الوقت المحدد لقيت مديد الضجة في الفيسبوك هاي كي الصفحة نتاحة سيدي نخليها لكم في تالك مثبت ونخلي لكم الرابط في صندوق الوصف بتاع الصفحة نتاحة اللي حاب يعجبوني بزفة البنات يعني هما كانوا ما كنتش حطها في بالي والله ما كنتش حطها في بالي حيلحقوني في النهار العشاط عن نصفية كي ما عطاني ربي على قلبي لحقوني وش نقولكم سعتين قبل الآذان والله سعتين قبل الآذان ايا فرحت بيهم قلت نصور هونكم كما كنتش فيه هذك الهلال مكتوب فيه رمضان حنحط فيه طميرات هذا الهلال اللي مكتوب فيه ثاني تحطوا فيهم شميعات تحطي فيه شماحة كربع شماعات هذو كل الصغار طبعا مشي شماحة ديراكت هنا يا البنات معاهم هذا الخاتم بتاع السلابت تحطي فيه السلابتة مكتوب فيها رمضان كريم كما تشوفوا الذهبي التحم لامع اي مكتوبة رمضان كما كم تشوفوا طقم طاولة رائع وراقي جدا جدا يهبل يهبل وش نقولكم يزيد النصف الطابلة يعني مش يغل وهذي كما كم تشوفوا تحطيها تحطي فوقها سحن أنا صراحة رح نستغلها في قدام حاجة دي جادو نعطي لكم واحدة تدبيرة كين هذو الكبار بتاع السحونة وهذو الصغار بتاع الكيسان وراهم عندها رشمات بزاف 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 البنات ماشي غير رشماء هذي كين زوج رشمات خرين والله والله ما على بالي أنا هذي هي اللي عجبتني كين بزاف 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 كين مام حامل المصحف البنات دكنا نعتهولكم شوفوا الطريقة الثانية انك تقدري في عندك طابلة تعليفاتي ولا الطابلة الكبيرة مثلا تستعمل تحبي الطابلة الكبيرة تستعملين لها الكبار والطابلة صغيرة دي لها الصغار هكها ثلاثة وتحطين بالطريقة وتحطين في النص وتحطين فازة ولا حاجة ولا مبخرة ولا روعة روعة عندها ثاني حامل المصحف كين ما راكم تشوفوا صوليد خشين اتقان وشو نقول لكم سوافل كل شي كل شي خدمة اتقان في اتقان انا صراحة فلاباج بين اللي صغير بصحول لغركي وصنية كبير الله يبارك ومولا تلاباج واحد الطفلة واحد الطفلة عسل 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 واحدة فلاكت بنعويق لك المهم روخوذو كال مبعدون مبعدون استكلف بيهم مبعدون نزين بيهم الطابلة هنالا حندير ثريدة انا كنت حندير بالبوشة صراحة لكن زوجي سخفعت ريدا ايا قلت نديرها ما شو مش كل تريدة شوفوني حطت لكم في القناة بالطريقة التقليدية التقليدية لكن انا ساعات نحب ان ننصبها على طريقتي انا نحسها تجي ثاني ابن اني ندير البصلة وندير شوية سمن شوية زيت نحط الحمص ندير الملح الفلفل اللي كحل وندير كصبر ووحده وشوية موطارد هذي طريقتي انا اما الطريقة التقليدية كنتجوها دي جاف تبقى لمس تي انا يلا خطرانا اللي ناكلها ونحسها بنينها هكا خلي الحم ذاكي تقلى مع الجاج كما نعفو قد ما تخليه يتقلى قد ما تجين ماكله بنينها هنا يادر شوية زيت في الثريدة وباش نفورها تبقى هنا البنات كان اللي تقول لك هنا تتعجل ادهني هنهل بالزيت وفي الشراب لا تخميها لن يلسقو هذه الورقات على بعضها وكي تحليها حاولي تحليها برفق باش ماستعجل المهم هنا كما لكم تشوفوا قفلت عليها وخليتها حتى نطابت كما نعرفوا الجاج موش كما لحم ما فيش نروح للحم ثم ثم ومع ذلك كما تشوفوا قفلت عليها كوكو طابت زبدة مزي يما تحليش هذك الجاج المهم هنا نيفورت ما مشيت لكم شبدة دقيق فقط حاولت نشارك معاكم روتيني هنا ما طيبت الشربة صراحة علحت خلت بعد صلاة العصن لانه ما عندي ش خدمة بزاف هنا كنت طيبت الجاج صراحة كنت مريضة ما حطت لكم الفيديو هذا لكن بربي انشاء الله بعد الفيديو هذا نحط لكم الروتين اللي طيبت فيه هذ الجاج بنين 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 البنات وحد البنات المهم قعد لي اكيد كنقول لكم البنات كي تبقى الماكلة استغلوها في اطباق اخرى مش ينقول حنا الماكلة تقعد في السحونة لا الماكلة اللي تبقى في القدرة تبقى في البلا مش اللي تبقى في السحونة بش نكون واضحين المهم قعد لي هذك نحيط البيض ما بغيتش وحاولت بالفرشيطان معس هذك الجاج معس ومليح ودي جاره في الفرماج وكانت عندي لابات ثانية خدمت بها الخبيزة طلا في الفيديو الجاي ان شاء الله خدمت خبيزات بتيبة وقعدت لي لابات استغليتهم لابات ثانية قسمت هدوائرات كويلات صغار عفوا وستغليت هذك الحشوة اللي من البلال اللي بقالي البارح وبديت نحل الفلابات كما تشتوني قسمتها وندير في الحشوة هذي كما بعد ندير جبن مبشور ردير جبن طالي كما تحبو هي اصلا كي طيبت ها في هال جبن جبت البيض خلط مليح منحدث شوية خلبرك سنبدأ بأول وحد أخدم ثان ندير ها في البيض ومبعد في الخبز المرحي أنا عندي البندومي هذك الخبز اللي جايكاري يات البنات مخلطة على الشعير مع العادي راح يات وندهن فيه النار ما تكون قاوية خطر إذا قاوية ثمثم يتحرق لك الجزء الخارجي تقعد لك نيام الداخل أنا الغرض أنه لابات هذيك طيب الحشو طيب والبرة ثاني نحبته فقط طيب هنا راح نقلي الفلفل لكن ما نقلي في الزيت في المقلة هنا البنات اللي سقسوني وحدة قالت باللي رحت عند مو المحل قال لي خطاك هذ تبقى كل وحد ورأي وشوفوا كيف هتتقل تشوف المقلع من موقع لكازا دالجيري لكن ما لبليش إذا مازال متوفر عندهم وإلا ما هو متوفر الله اعلم على ما أظن خلصت لهم بصح الله اعلم قلت لكم والله ما ني متفكرة إذا ما زالت عندهم والله لا لا شوفوا الجيش كيف شرحوا حمار لي البنات ما حطيت في مقلع ما ولك المهم وجد كل في الوقت كما شدتوني حطيت الشربة في سوبيار حطيت في الصوس الرشتة وهكا كنت حطيت الطاولة اللي جاني من هذه كلاباش اللي عجبتها ولا بغت كما من عندي كونتاكتي ولها باك فلاباش ما عندي شرق مهاتي فلا مهما نخلي لكم الرابط الموقع أو الصفحة حطيت الدبشاء والعاصير الطبيعي ما دخلتش هذ المرة مع كيف همانيش نشرف الكوكا البنات اللي تبعوني لا كانت وليتوا مانيش نشرف الكوكا كي ما كنت شفوه في المو ثلاثات اذوق اللي طيب تملون هميش هي يا مامي سناي الخبيزات الثاني ما طيبتش الكسر البنات الخبز اللي قاعد البارح نص حطيت وفو المجمد ونص فطرنا به الغدوة هذيك سخنت كما شتوني ما بدرت ما والو ذوق نجيل الصهرة صهرة البنات نحن نكسر راسي ما والو وقل لك ايه اللي اقول في راحة بعد ما فطرنا صليت المغرب وقعت ريحت شوين حيط التعب البنات فروحت هنا وحبوب نفس الطريقة حطيت ثلث وبيضات لكن الطريقة اللي نعت لكم قبل تخلطي الصفار واحد والبيض وشوك فطلعت البنات اللي قالوا لي وش رايك بكل صراحة فهذا البطر شوفوا بيدون نفاق روعة روعة والله هي البنات غير ثقيل هاكم تشوفوا بعينيكم المهم لحت ثلث وبيضات لحت 12 مغرف سكر راح نضيف الليمون اللي تخلص لي قاعد لي غير القيس ما سنحتاج وفي حاجة يعني ميش زيد شوية فاني باش نكسر هذه الريحة على البيض و درت مغرف ونص نشا و بديت نضيف الفارينة الفارينة التسعة مغارف حتى العشرة مغارف الحسب الملعقة اللي عندك وحدة كيس حلويات هنا وما نقول جمانة هبلتني 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 كيما كم جبو فيها هنا لحت الفارينة باش نخلط على السعر وحدها لا لا لحت لحت وشو نقول كم طار تكن هالموهم اكيد شعلت الفورن وخليته لا اله الله وحمد رسول الله هاي هنا مش راح نضيف البنات ثاني باش نربح وقت راح نضيف بيسكوير عندي لازم قلت لكم درت شوية في المول سيليكون هذا دهنتوا بهذه البخاخة تعزيت راه جبتها من عند محل مسك الليل روعة روعة هذه البخاخة تعزيت وش تحكم ملكم المهم دخلتها الطيب ولي قعدت ليدرتها كيما شتوني في المول باش غدو نشوف كش مندير بيها تحلية منصيد ونصيرو بيها نربح الوقت هنا بردت بغيت نشوف ها لاسق 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 هنا رح ندير كريمة الليمون الليمون هنا البنات تحب تدير شنطيم على وش حبيت تدير لها حوش واديرو انا درت لها تعل السيترون لك نشت نفس الطريقة اللي درت ها في التحلية تعل الليمون اللي في الفيديوهات اللي قبل هذا اللي درت لكم تحلية الليمون راه نفس ها نفس ها خي طلعت لاشنطيم على خيم باتيسيار بذوق الليمون طلعت مع بعض هم وبدأ تدرك حطيت ها وذوق نبدل نلف فيها كان من المفروض اني نغطيها بمندي لمندي لكن انا ما بغيت نتعب ورحي احنا في احنا قاش لاخر عادي حتى انتم ما راكم احنا في احنا انا مني في كم تشققت لي بصح معليش المهم في المضمون وفي البنة ساعة ساعة والوحد طهر بيد وش رح ندير حطيت ها على جانب جيت رح ندير عندي حبيبة حبيبة من كل حاجة فاكها رح ندير نحط ها في سحن هكا باش نصهر بيها عندي قدا حاجة خفيفة والحمد الله المهم تعود الصحاب زايت والله العليل العظيم مهم هنا احطيت القارس قدامي دهنت هذيك الاتفاح والبنان مش ميك حال وليش وبدأ نحط غريح في حبيبة مهم قيص صهراء وفرات وحطيت كمشته عني استغليت هذا في الطاولة استغليت الطقم تعل كمشته وهنا حطيت هذيك اللي يجي فيها الشموع تعل الهلال من عند هذيك الاخت وحطيت هذيك الهلال حطيت فيه الطمر كما تشوف روعة روعة ونعطي لكم معلومة ثانية البنات هذو راهم ما يتغسلوش بالماء بش نكون واضحة معكم هذو يتمسحوا باللنجات متخسليه مش تحت العين يعني تعزينة وتحطي فيه في نفس الوقت ما يحب شي يشرب الماء بزاف مفهوم كما هذيك أنا حطيت فيه طميرات بعد نهزو ونمسحو غرب لانجات ربي ورحمته وهكا تكون صحرا تاعي اليوم درتها صحرا شوية مشخشخة شوية نحايي هنا راح نقعد انا وزوجي ربي يحظو هنا ما عنديش تليفزيون في الصالون ان شاء الله يفرج ربي ونديش تليفزيون في الصالون وش دلنا دلنا نحطينا تليفون وقعدين نتفرجو نتفرجو وعندين مسلسلات نتفرجو من بينها متع بنت البلاء ونتفرجو ثاني فيش كون هاي البنات حنبدو وذو كان ندخيل ورا نقعدين مع بعضنا ونتحك أنا صبب في التاي وش تصربي حبيبتي على شلالة والله نفرح كون متابعات ويقولوا لي نحبوك والله متمنين تلاقيكم والله لي الشرف أنا لي الشرف اني نتلاقي معاكم كون صيبرا ني كامل الله غالب كل وحدة واش من ولايا راه كل وحدة واش من بلاس راه لكن الحمد لله وديما نقول ربي يلاقيني بكم وهذه الدنيا ما تعرفوش فهمتو المهم هذا وجدرتها كي البنات النوقة نوقة الجوزية اللي استعملت خدمتها معاكم الكوكاوية التمر كي ما كم تشوفوا هذا كامل كنت شاركتهم معاكم في ولقى ضجة كبيرة مع انو شوية المشادرة ينقص هذول ايامات بالصح نفرح كي تبعتولي تطبيقاتكم والله نفرح نفرح المهم هذه هي روتيني يوم نصفية ليلة نصفية رمضان ربي يثبتنا عليه وانشاء الله ربي يتممو علينا بالخير والعافية هنا يا نيسا هلانا نتفرج في بنت البلاد بنت البلاد نتفرج بنت البلاد نتفرج يما وش نتفرج يا ربي بابر لوح ولكفاه يقول لو هذا وش هننتفرج صراحة هذا ما كان ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله وفي الملتقى خليت لكم صهرة حلوة وربي ترجمة نانسي قنقر